ذكر الله سبحانه وتعالى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذا الدين دين يسر وسهولة الله سبحانه وتعالى رفع الحرج ورفع المشقة عن عباده والله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا دين اليسر ودين السهولة هذا المريض إذا كان مريض مرضا يرجى برؤه بمعنى أنه أصيب بهذا المرض في رمضان كله أو بعضه فنقول الله سبحانه وتعالى يريد من اليسر ولا يريد من العسر وقال فعدة من أيام أخر إن كنت مسافر أو كنت مريض ويشق عليك الصيام أو قال الطبيب إن هذا الصيام إذا صمت أنه يضرك فنقول للطبيب هل هذا المرض يرجى برؤه والشفاء منه أم أنه سيبقى هذا المريض هكذا حتى يموت فإن قال إنه يرجى برؤه بإذن الله تعالى فنقول له أفطر وقضي بعد أن يشفيك الله تقضي بعد أن يشفيك الله لقولي تعالى فعدة من أيام أخر يعني تقضيها بعد رمضان تقضيها بعد رمضان سواء كان رمضان كاملا أو أيام من رمضان خمسة أيام عشرة أيام خمسة عشر يوما ثم شفاك الله تقضيها من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهذا يفطر ولا شيء عليه ولا يلحقه إثم في ذلك لكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين وإن زاد فهو خير له لقولي تعالى وأن تصدقوا خير لكم هذا إذا كان لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين ولا يلزمه قضاء لا يلزمه قضاء شيخ كبير يلحقه مشقة مسن يعني طاعن في السن أو امرأة طاعنة في السن ويلحقها مشقة من الصيام فإن في هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكين لا يلزمها الصوم ولا يلزمها القضاء بل تطعم عن كل يوم مسكين أو مريض نسأل الله سلامة والعافية مريض مرضا لا يرجى برؤه ويقول الطبيب أن هذا يضره الصوم فلا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين ترجمة نانسي قنقر